الأخبار من الحدث الحكومة اليمنية تخصص دعماً إضافياً للقطاع الصحي لمواجهة كورونا وترقب لنتائج فحص المخالطين للحالة الأولى المصابة منظمة أطباء العالم تحذر من تفشي سريع وكارثي لكورونا في اليمن وصعوبة مواجهة وباء كورونا والكوليرا معاً وزارة الثقافة اليمنية تدين تفجير الحوثيين لقلعة أثرية في حجة وتدعو المنظمات الدولية للضغط على الميليشيات لوقف تدمير التراث الثقافي ساعة مفصلة من الحدث اليمني أهلاً بكم أعلنت الحكومة اليمنية تخصيص ميزانية إضافية لدعم قدرات القطاع الصحي بعد إعلان أول حالة إصابة فيروس كورونا في اليبلات وأقرى الاجتماع الذي تم عبر دائرة تلفزيونية تخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال كدعم إضافي للقطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول الإجراءات المتخذة في ضوء تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في حضر موت وأعلنت الحكومة أنها ستوفر ثلاثة آلاف فحص فوري لمحافظة حضر موت لتوسيع دائرة الفحص وتركيز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها معي أعلان أول إصابة في محافظة حضر موت ازداد الأمر تعقيداً وأيضاً تأزماً لكن الحمد لله جميعنا كحضارم نسلم الأمر لله وأصبحنا ملتزمين بالإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية في جانب الاحترازات والوقاية من الإصابة بهذا المرض لقدر الله فأجينا بصراحة ما كنا نتوقع هذه الإصابة أبداً كنا بلاد مغلقة ومبندة وما توقعنا الإصابة بالطلاق لو قلنا أن خط الدفاع الأول اخترج بالنسبة لمحافظة حضر موت فخط الدفاع الثاني هو الشخص نفسه فعليه حماية أهله وجيرانه ونفسه من خلال الوقاية والتعامل الصحيح الحمد لله إحنا في حضر موت عندنا وعي في المجتمع والحمد لله في تعاون بين أفراد المجتمع مع السلطة المحلية وفي التزام ونحن نحاول بقدر الإمكان حنلتزم تجنباً من انتشار هذه الوباء المواطنين ملتزمين كلهم بالحضر والذاء كله إنسان لازم لو ما انتبه لهذا الحضر والذاء يمكن ينتشر المرض ولازم يعني كل المواطنين هنا خاصة في حضر موت ملتزمين من قبل هذا ما يظهر المرض التقامة موجودة في القيادات يعني بدايتها من رأس الهرم المحافظ ومن ثم الجهات الصحية والجهات الأمنية الكل يقوم بدوره بحسب الإمكانيات المتوفرة وبحسب المتاح لهم وقد صعدنا بإنجاز الحجر الصحي في نفس الشأن تعهدت بريطانيا بتقديم 200 مليون جنيه السرليني لمنظمات الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي تعاني من ضعف النظم الصحية مثل اليمن الذي يمزقه الحرب والذي أعلن أول إصابة بكورونا يوم الجمعة الماضي وبينجلادش التي ستستضيف 850 ألف شخص من لاجئي أروهينغا في مخيمات مزدحمة إلى ذلك حذرت منظمة أطباء العالم من انتشار سريع وكارثي لفيروس كورونا في اليمن ونقلت فرانس بريس عن منسق المنظمة في اليمن يان جوسيس أنه يتوقع كارثة إنسانية مع إصابة الملايين بفيروس كورونا مضيفا أن المرافق غير مستعدة على الإطلاق لاستيعاب تدفق مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد حيث تعمل فقط بنصف المرافق الصحية وتعاني أيضا من نقص في كافة المعدات والأقنعة وأجهزة التنفس التي يوجد منها 195 جهازا فقط وأشار جوسيس إلى أن اليمن ومع اقتراب موسم الأمطار يواجه أيضا مخاطر الكوليرا التي تضررت منها العام الماضي بنسبة 96% من مديريات اليمن يتطلب علاجها أيضا معدات الوقاية والنظافة والقفازات وغيرها وهما قد يؤدي للسنزاف المعدات لمواجهة وباء على حساب الآخر ترجمة نانسي قنقر من الرياض ينضم إلينا وكيل وزارة الصحة اليمنية دكتور عبد الرقيب الحيدري أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرقيب إذن في ظل هذه الموجة المخيفة الآن دكتور عبد الرقيب وبحسب ما تحدثت عنها منظمة أطباء العالم صورة كارثية للوضع في اليمن تحديدا فيما يخص كورونا وبالتالي أيضا الكوليرا التي أخذت في وجهها الكثير إلى أي مدى القطاع الصحي في اليمن مستعد لمواجهة ذلك أهلا وسهلا القطاع الصحي في اليمن لا زال يعاني كثير من الحشاشة المنظومة الصحية في اليمن ضعيفة جدا هناك عدد محدود من المرافق الصحية لدينا عدد محدود جدا من الأجهزة التنفس الصناعي وأيضا من الغرف العناية المركزة أيضا نحن بحاجة إلى كادر طبي متخصص اليوم وضاء كورونا تحدى كثير من الدول التي تمتلك إمكانيات فما بالك بدولة من دول العالم الثالث كاليمن أهلكت أنهكها الأوبئة كحمد ظناء كالكوليرا أيضا هناك حرب منذ خمس سنوات تعرضت المرافق إلى كثير من الدمار وأيضا هناك انهيار في العملة الذي جعل القطاع الصحي يعاني بشكل كبير وهو يواجه تحدي كبير وخاصة كوباء مثل وباء كورونا نعم دكتور عبد الرقيب يعني بالإشارة إلى حديث منسق المنظمة في اليمنيان جوسيس والذي تحدث عن توقع كارثة إنسانية دعنا الأول نتحدث عن الكوليرا والتي أخذت في طريقها الكثير الآن نحن مقبلين على موسم أوطار في اليمن وبالتالي هناك بنية مهدمة بنية لا تمتلك القوة لمجابهة ذلك هل هناك استعداد بداية لذلك ومن بعدها كورونا نتحدث عن رفيقين إن صح التعبير موجودين الآن قائحة كورونا منذ عام 2016 فهي تعود وتذهب واكتسبنا خبرة كبيرة في مواجهة هذا الوباء وما زلنا نواجه هذا التحدي إلى اليوم هناك مراكز خصصة لمواجهة حالات الإسهال المائي الكوليرا وأيضا هناك فريق درب لمواجهة هذا الوباء لكن أن نتحدث اليوم أن يكون الكوليرا ثم يكون هناك كورونا أنا أعتقد سيكون الوضع بالغ التعقيد وسيكون هناك انتشار مخيف ونحن بدورنا ندعو الدول تحالف دعم الشرعية وندعو المنظمات الدولية إلى أن تنظر لليمن بعين الاهتمام فالوضع سيكون إذا قدر الله كارثي من هي المحافظات المستعدة الآن لمواجهة ذلك في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل الدعوات أيضا الكثيرة الآن التي تترقب بعين حريصة وصول حالات إلى اليمن ونحن نتحدث عن حذر موت وأول حالة إصابة أعتقد جميع المحافظات تجهيزاتها واستعدادها ضعيف جدا ولكن وفق الإمكانيات وفق الدعم الذي يقدم لنا سواء من مركز الملك سلمان أو من المنظمة الدولية كمنظمة الصحة العالمية هناك تعافي حقيقي لكنه لا يستطيع أن يواجه هذا الوباء اليوم نستطيع أن نقول أن محافظة حذر موت بالإمكانيات هي الأفضل لكن لا نستطيع أن نراهن إذا حصل أي تفشي لن تصمد هذه المرافق لأسبوع ما هي أكثر الأشياء التي تخيف وزارة الصحة الآن؟ يعني أكثر النقطة التي عليها العين تترقب هل هي قلة إمكانيات؟ هل هي العمل بـ 51% فقط من البنية الأساسية في القطاع الصحي؟ أم عدم التزام الناس أيضا دكتور عبد الرقيب؟ هناك تحديات كبيرة يعني لا سيما أن المرافق الصحية محدودة هناك أيضا ندرة في الأجهزة أن تتحدث عن ما يقارب 200 جهاز تنفي الصناعي أيضا عندنا نقص في الكادر التخصصي المهني الذي كأخصي العنان المركزة كأخصي طب الطوارئ هناك أيضا عدم استعداد الناس لأن يواجهوا مثل هذا الوباء اليوم ازدحام قلة الثقافة قلة الوعي هناك تحدي كبير يواجه اليمن ولكننا نؤمن بشكل كبير على الداعمين وأيضا نؤمن على المسؤولية المجتمعية التي ممكن أن تساعدنا بشكل كبير في أن تحد من هذا الوضع إن شاء الله كان لنا تواصل مع مدير مكتب الصحة في حضر موت ولكن يبدو أن الهاتف لا يجيب أو هناك شيء ما يحدث التعريج على ما يحدث في حضر موت وهذه الحالة كيف نستطيع أن نقول أنه تم السيطرة عليها ما هي آخر الأخبار لديكم كوزارة صحة عن هذه الحالة في حضر موت بحمد الله عز وجل منذ أن ظهرت هذه الحالة استطاعت السلطات في حضر موت أن تتقاوب سريعا مع هذه الحالة وأن تصل إلى المخالطين ثم أن تصل إلى أبعد مدى من المخالطين فقد قامت بدورها منذ اللحظة الأولى قبل إعلان الحالة المؤكدة وفرضت حضر التجول وعقمت الطرقات والميناء وفرق الترصد هناك والاستجابة على أعلى درجة من التأهب والجاهزية نستطيع أن نقول أنه كانت التجربة الأولى معنا إلى اللحظة مقبولة وأيضا الفريق الطبي وأيضا مكتب الصحة في حضر موت على قدر عالي من المسؤولية وهناك أيضا الحكومة ووزارة الصحة على متابعة مباشرة مع هذه الحالة وإن شاء الله سنوافقكم بأي جديد من خلال إذا ظهرت أي حالة أو إذا أكسأت هذه الحالة المخالطين بالنسبة للحالة دكتور 18 على مستوى الدائرة الضيقة الدائرة الواسعة 300 هل عملوا فحوصات؟ هل تم التأكد بالفعل أن الكل سليم خاصة أن الفحوصات تأخذ يومين فقط فبالتالي نتائجها من المتوقع أن تكون ظهرت الدائرة الضيقة 18 تم حصرهم وتم عزلهم وسيتم إقراء الفحوصات الـ BCR لهم والتأكد من سلامتهم الدائرة الـ 300 تم عزلهم في منازلهم وهناك فرقة الترصد والاستجابة تتواصل معهم إذا ظهرت أي أعراض على هذه الفئة سيتم النزول إليهم وتقديم الخدمة لهم وأيضا تقديم الفحوصات خاصة أن هناك توقيف الرئيس الوزراء بتقديم 3000 فحص ممكن أن يتم فحص كل هؤلاء الثلاثة المئة أيضا من يشتبه فيهم أكثر من الثلاثة المئة طيب هل هناك تنسيق بين وزارة الصحة الشرعية مع الجهات الأخرى التي تتبع ميليشيات الحوثي داخل صنعان؟ هنا نتحدث الآن عن قطاع صحي كامل يعني كورونا لن يميز ما بين هذا أو ذاك كيف يتم التنسيق؟ هل هناك استجابة؟ هل هناك خطوات احترازية لترقب أي شيء؟ كانت هناك دعوة لرئيس الوزراء دعا فيها الميليشيات الحوثية إلى أن تراعي هذا الوباء وأن تستقيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة سواء بوقف إطلاق النار ومن خلال أيضا وضع نجنة مشتركة وهناك رؤية قدمتها الخارجية وننتظر الميليشيات الحوثية أن تبدي استعدادها وأن تكون المنظمة الدولية شريك أساسي في التنسيق ما بين الحكومة الشرعية وما بين الميليشيات الإنقلابية وإن شاء الله نصل إلى اتفاق نعم يبدو أن الاتصال انقطع شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من الرياض كنت معنا وكيل وزارة الصحة اليمانية دكتور عبد الرقيب الحيدري شكرا جزيلا تشكل أزمة المياه في تعز مصدر قلق لسكان المدينة في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث يتخوف المواطنون من أن تتسبب تجمعات الحصول على المياه في انتجار فيروس كورونا في حال وصوله إلى المدينة أنتم عارفين إلا المياه مقطوعة من أيام الحرب وبعدها قلنا نقاس ببيوتنا وقلزة رب بيوتنا من فين بعد يصلنا المي ناجدهم وفروا لنا على أقل المي نحن الأطفال نأتي إلى هنا لنقل المياه إلى بيوتنا نطالب لاختفاف الإزدحامات التي تؤدي إلى فيروس كورونا إلى فاصل قصير ونوصل من بعد الحدث اليمني أبقوا معنا يزداد مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة والأرقام تتضاعف كل يوم ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قلعة القوباء الأثرية بمدرية الجميمة التابعة لمحافظة حجة وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي يأتي في محاولة من الميليشيات لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق وفي تحدي صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي ودعت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي إلى شجب هذه الممارسات والضغط على هذه الميليشيات للتوقف عن العبث والتدمير الذي طال التراث الثقافي في اليمن وكانت مصادر قد أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي فجرت بالديناميت ثلاثة حصون تاريخية في منطقة الجميمة بعد يوم من تفجيرها قلعة القوباء الأثرية بسبب موقف الأهالي المناهضة للميليشيات دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار وتحميلها مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لا سيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة فيروس كورونا في اليمن ورحبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان مجلس الأمن الذي رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة سعودية وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقالت الوزارة أن استجابة الحكومة لهذه المبادرة تأتي تلبية للدعوة الأممية لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الأممي مارتن جريفتس لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات والثوابت الوطنية أكد الأمين العام للجامعة العربية أن المقترحات التي تقدم أو تقدم بها المبعوث الأممي مارتن جريفتس لحل الأزمة اليمنية تمثل فرصة حقيقية لا ينبغي تضيعها مشيدا بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية وقال بيان للجامعة العربية أن أبو الغيط اطلع خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي على جهود إحلال السلام والمقترحات المحدثة لحل الأزمة وطلب ميليشيا الحوثي الإرهابية إظهر الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة والتي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن كما ثمن الأمين العام الجهود الأممية لعقد مفاوضات جادة تفضي إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويتيح المجال للمجتمع الدولي لمساعدة اليمن في مواجهته لتفشي محتمل لوباء كورونا إذن للتعليق على اللعبث بالآثار من قبل ميليشيات الحوثية الإنقلابية ينضم إلينا من تعز رمزي الدميني مدير متاحف محافظة تعز أهلا ومرحبا بك أستاذ رمزي نتحدث عن إرث ثقافي بالفعل موجود متاحف تحويل كثير من الآثار نتحدث عن مخطوطات أثرية نتحدث عن حضارة عريقة موجودة لكن قضية أن الحوثيين متمرسين في القضاء على أي أثر وسرقة الآثار كل ذلك كيف يمكن مجابهة ذلك في ظل هذه الظروف ونحن لم نتحدث عن هذا الوضع منذ اللحظة ولكن سبق ذلك ممارسات كثيرة أهلا وسهلا بكم طبعا ميليشيات الحوثية هي تمارس العبث بالموروث الثقافي اليمني منذ بداية حربها على اليمن والمحافظات اليمنية المتاحف في شتى المحافظات اليمنية وخاصة التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي أقدمت على تدمير كل المتاحف وقصفت بشكل مباشر أو غير مباشر مواقع التراث الثقافي ومراكز الثقافية كالمتاحف في شتى المحافظات وقامت بإهدار الإرث الثقافي والإتلاف أجزاء كبيرة منه والإتكار الغير مشروع بالمحتويات الأخرى نادرة كالمخطوطات وغيره ميليشيات الحوثي طبعا لم يقفها عرف ولا تقاليد ولا مذهب ولا دين يتعلق بهذا الجانب هي أقدمت على قصف المواقع الأثرية والأثارات المعنية لم تسلم عنها نحن في الهيال عمل الآثار والوزارة الثقافة لم نقف مكتوفية الأيدي في هذا الجانب تواصلنا مع المنظمات المعنية بالآثار وقعنا اتفاقيات في هذا الجانب ونضغط على هذه المنظمات للتخاطب مع المنظمات الحوثي لحفظ هذا التراث وحمايته من الضياع يعني بقضية تفجير قلعة القوباء في حجة ما الداعي وما السبب لذلك ما المشكلة التي شكلتها لهم هذه القلعة طبعا ميليشيات الحوثي ما زالت تواصل تفجير المواقع الأثرية بالأمس فكرت قلعة الرداع في البيضاء ثم قامت باستهداف قلعة القاهرة في مدينة تعز أهم المعالم والحصون التاريخية في المدينة واليوم قامت بتفجير قلعة القوباء التاريخية التي تقسد تاريخ هذا الشعب اليمني العريق للحديث أيضا كنا قبل وقت فيما يخص المخطوطات الخاصة بالجامعة الكبير ونحن نعلم أن الجامعة الكبير يحوي مخطوطات نادرة جدا سرقتها وإخفاءها هل من المتوقع مستقبلا حتى أن نستطيع العثور على هذه المخطوطات هل هناك أرقام مسجلة بالأثار هذه موجودة طبعا في وقت سابق في الألفين قام معالي رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل أو بإنشاء دار للمخطوطات في صنعاء هذه المخطوطات تم نقلها من كافة محافظات الجمهورية اليمنية ومنها تعز نحن في تعز قمنا بترحيل كثير من المخطوطات الهامة والنادرة التي كانت هي تعد من إرث ثقافي لمدينة تعز والمدينة الرسولية وغيرها من الإرث الثقافي الخاص بتعز تفاعلا مع قرار رئيس الوزراء قمنا بتجميع وكافة المخطوطات ونقلها إلى مدينة صنعاء إلى دار المخطوطات طبعا هي ما زالت موثقة ومسجلة لدينا بالقطعة وبالرقم والإسم والمقاسات وبالأبعاد وبعدد الصفحات لا يستطيع ولا يفكر الحوثي بمراسته العبثية التي يقوم فيها في دار المخطوطات من إقصاء للكوادر الإدارية والموظفين معهم من الدخول لممارسة أعمالهم وتأدية واجبتهم تجاه هذا المورث الثقافي وتغيير السيفر الذي يحوي قاعدة البعنات هو لا يستطيع أن يخفي هذه لدينا تواصل مع منظمات ثقافي ولدينا أيضا تواصل مع شبكات استقصائية فيما يتعلق بتهريب الآثار خارج الوطن وأيضا لدينا اتفاقية مع اليونسكو التي تضمن إعادة هذا الموروث الثقافي في حالة تهريبه خارج الوطن جميل يعني قضية اليونسكو نحن نعلم أنه أثناء النزاعات لا بد من حماية هذه الآثار ولأنه يعتبر موروث ثقافي كيف يمكن تفعيل ذلك أيضا أستاذ رمزي نحن هذا يأتي أولا من جانبنا نحن علينا إعداد كل المحافظة من المفترض أن تقوم كل إدارات الهيئات العامة للآثار والمتاحف بعمل مقصد كل ما تنفق دانه من المتاحف والتواصل مع الأمم المتحدة المعنية بالحفظة اليونسكو وميع المنظمات المعنية بالتراث والتواصل معها ولقنة العقوبات الدولية والرفع بما هو وإعادته إلى حضر المتاحف في اليمن نعم أشكرك حتى اللحظة على هذه المداخلة كنت معنا من تعز رمزي الدميني مدير متاحف محافظة تعز شكرا جزيلا تداول ناشطون مقطع فيديو يتعرض خلاله الشهب يمني للضرب من قبل الشرطة الهندية أثناء حملة نفذتها خلال فترة حضر التجوال وقال ناشطون أن الشهب اليمني كان عائدا من دفن والدته التي توفيت في الهند الشرطة التي اتهمته بكسر الحضر احتجزته قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل من الجالية والقنصلية اشكرتها مجددا من خلال فترة حضر التجوال اشكرتها مجددا من اسمانها سيسر تحديم الفيديو ثم أدده كنت لا يستهدل سيسر تحديم الفيديو قل يأتي إهدف إلى فاصل قصير ونواصل بعد الحديث اليمن نقوم بكم معنا هناك خطوات للنجاح خطوات للعمل خطوات للحوار خطوات لكل شيء وهنا تبدو الأمور مختلفة حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناطش لا نتقيد بالخطوات خارطتنا هي المعلومة وهدفنا هو ذلك الحدث سيديو الحدث مع محمد أبو عيد يومياً الثانية عشر على شاشة الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متطر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث أهلاً بكم من جديد إلى الشأن اليمني وبالعودة إلى الشأن السياسي وموقف الحكومة اليمنية المرحب بين مجلس الأمن والذي يرحب بقرار التحالف وقف إطلاق النار في اليمن ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي اليمنية عزة مصطفى أهلاً ومرحباً بك أستاذ عزة أستاذ عزة الآن مجموعة من التحديات تواجه بالفعل هذا الموقف إذا تحدثنا عن مبادرة هي مبادرة حتى الآن وكما يظهر من معلمها أنها أحادية الجانب ليس هناك أي استجابة من الطرف الآخر رغم الاجتماع والإجماع على قضية أنه لا بد من إيقاف العمليات العسكرية تجنباً لكارثة كورونا إلى أين يذهب المشهد؟ مساء الخير أسماء لك ولمشاهدين المشهد يذهب في تقديري إلى نفس الهدنة السابقة التي كانت تعلن أيام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الميليشي الحوثية تبحث عن هدنة لاستغلالها كتكتيك عسكري ليس أكثر نلاحظ أن البيان الذي أرسله غريفث بعث بيانين البيان الأول كان يتحدث في النقطة الأولى عن مبادرة من ثلاث نقاط النقطة الأولى وقف إطلاق النار خاضع للمساءلة بينما جاء في التحديث تالياً وقف إطلاق النار وشطبت قضية الخضوع للمساءلة ولا يمكن إيقاع وقف إطلاق نار ناجح تجنباً للفشل السابق الذي جرى في الهدنة السابقة بما فيها أيضاً استوكهولم مع أن استوكهولم ليس هدنة استوكهولم اتفاق لكنه أيضاً فشل في التنفيذ لأن غابت عنصر المساءلة وأعتقد أن غريفث خضع لضغوط حوتية لشطب هذه النقطة رغم أن إلى الآن المليشيا الحوتية لم تبدأ التزاماً تجاه الدعوة بينما التحالف أعلن لم يقل فقط أنه قبل بالدعوة أو سيبحثها أو قبلها إنما بادر لإعلان وقف إطلاق النار فوراً فإلى الآن المليشيا الحوتية لم تبدأ أي التزام ويبدو أنها ضغطت على غريفث لإلغاء نقطة الخضوع للمساءلة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وهذه كلها واضح أنها تدفعنا إلى أن المليشيا تحاول استخدام وقف إطلاق النار العملية السياسية برمتها كتكتيك عسكري ليس أكثر وهذا ربما يهدد مساء غريفث إلى عقد مشاورات سواء انتهت جائحة كورونا واستطاع أن يجمع الأطراف على طاولة واحدة أو في مكان واحد أو كان سيعقدها عبر دائرة مغلقة عبر الإنترنت مع أننا نتحدث عن الآن مشاورات في بيل سويسرية في جينيف في الكويت ستوكهولم كلها لم تأتي إلى نتائج فما بالك إذا كان سيجعل الأطراف التقونا عبر دائرة إلكترونية وهو لم يصل معهم إلى نتائج في غرفة واحدة ناهيك أيضا عن أن الظروف الحالية ربما تصرف الأنظار عالميا نحن نتحدث عن أن مجلس الأمن منشغل ربما لا ينعقد الأمم المتحدة الدول الكبرى أيضا منشغلة بهذه الجائحة وربما هذه تبدو وكأنها الآن فرصة بالنسبة للميليشيا الحيوثية لتوسيع نطاق دائرة المعارك وأيضا مع الانشغال الحكومة الشرعية أيضا السلطات المحلية في أكثر من محافظة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهذه طبعا تشكل عباء كبيرة يعني إضافة إلى أن يبدو أن أيضا هذا يجعل الميليشيا الحيوثية التي لا تأبه أصلا بالمواطنين في مناطق سيطرتها سواء انتشر الوباء أو لم ينتشر حصد أرواح الناس أو لم يحصد هي تريد أن تتوسع على حساب كل ذلك لكن بالنظر إلى الداخل أيضا أستاذ عزت إلى الآن كفرصة هم أيضا مضرورين إذا ما انتشر الوباء الوباء الآن لم يعد يميز ما بين سياسي وما بين إنسان عادي لا يميز ما بين غني ولا فقير إذا انتشر هذا الوباء لقدر الله في اليمن وفي مناطق سيطرتهم تحديدا الضغط الدولي الآن برمة هذه القضية الكبيرة كورونا ونحن نتحدث عن فرد لا نتحدث عن مجموعة أليس هذا أدعى أن يتم الضغط على هذه الجماعة لإيقاف هذه العمليات العسكرية أم أن الأوامر تأتي من إيران مباشرة بعدم الإيقاف طبعا مركز القرار الميليشيوي الميليشي الحوثي هو في طهران بلا شك لكن يجب أيضا الضغط على الميليشي لأن لديها أيضا هي مصالحها الخاصة ويمكن الاستجابة في حدود معينة لهذه الضغوط طبعا لكن القرار النهائي نحن نتحدث أنه في إيران ربما على مستوى التسوية السياسية الشاملة لكن فيما يتعلق أيضا بالجبهات أحيانا لديها مصالح الميليشي الحوثي أما فيما يتعلق بجائحة كورونا نحن نتحدث عن رجل في الكهف أو حتى إن كان في صنعاه فهو مختبئ يعني قد يكون في سرداب معين ولا يمكن يعني هو يرى نفسه أنه في مأمن من الجائحة أيضا بالنسبة لقادة الميليشي الآخرين لديهم إمكانات وقايا ولا يظهرون أمام الناس الشارع بالفعل هو الذي سيتضرر من هذه الجائحة ولكن أثبتت كل المعطيات نحن نتحدث عن كوليرا نتحدث عن حم الظنك أكثر من وباء أيضا استغلته الميليشي للتكسب والتربح وسرقة المساعدات ونهب الأموال بينما الناس ذهبوا ضحايا لا يعني هالناس كثيرا أعتقد أن قادة الميليشي بالفعل فيروس لا يميز بين أحد لكن ربما قادة الميليشي يرون أنفسهم أنهم بمنأة عن هذا الفيروس ورغم أن هناك أيضا إشارات إلى أنه قد يكون منتشر أو بدأ ينتشر في صناعها يعني هناك تقارير طبيعية من مستشفيات تقول أن هناك وفيات توفوا لديهم نفس الأعراض لكورونا لكن الميليشي الحوثية تتكتم والتكتم هذا أيضا لا يمكن فهمه إلا أنها تريد استغلال المسألة عسكريا استغلال الوباء عسكريا كي لا تثير الشارع الشعبي ضدها في الداخل وأيضا كي تستطيع أيضا تجنيد أكبر قدر من المقاتلين في صفوفها وأيضا لا يتم الضغط عليها على الاعتبار أن مناطق سيطرتها خالية من كورونا لا يتم الضغط عليها أمميا ودوليا لوقف معركة العسكرية ما زالت إلى الآن ربما تغير المعطيات خلال الأيام القادمة يعني هذا كل شيء وارد لكن إلى الآن واضح أن الصورة في ذهن الميليشي الحوثية أن كورونا هي فرصة للتوسع العسكري أضف إلى ذلك أيضا أستاذ مصطفى قضية التربح المالي من هذه الميليشيات بجمع تبرعات لمجابهة كورونا إذن إلى أي مدى التناقض مع هذه الجماعة؟ ليس جمع التبرعات هناك ابتزاز للناس يعني الآن هي تفرض حضر يعني دخول الأفراد من المحافظات الأخرى من المحافظات الخاضعة الشرعية والمحافظات المحررة وتدخلهم بناء مقابل مبالغ طائلة يعني هناك سمسرة حتى فيما يتعلق بتنقل الناس بين المحافظات إما أن تغلق بشكل نهائي على اعتبار أنها هذه إجراءاتك الاحترازية أو تسمح للناس بالدخول لكنك تغلق فقط كي تجعل الإغلاق وسيلة للإبتزاز وجني الأموال الباهظة والناس يدخلون طبعا بمبالغ باهظة يعني تصل للفرد خمسين ألف ستين ألف وإذا كانت أسرة مكونة من أربع أو خمسة أفراد يريدون الانتقال من المحافظة إلى أخرى هناك طبعا تدفع مبالغ باهظة فنحن نتحدث الآن عن استغلال وسرقة وابتزاز وأيضا الآن هي تنتظر أيضا أموال المنظمات المانحة فيما يتعلق بمواجهة الوباء كل هذا نتوقع أن تستفيد منه الميليشيا ما لم يتم إجراء كما قلنا يعني العودة إلى القضوع للمسائلة إن لم يكن هناك إجراءات خاضعة للمسائلة فلا أعتقد أن هذه الميليشيا ستلتزم على الأقل إن لم تلتزم سيكون هناك مكتبة المبعوثة الأممية والأمم المتحدة ملزمة بالكشف للناس حتى إن لم تطبق إجراءات عقابية رادعة أو عقوبات دولية بحق قادة في هذه الجماعة على الأقل تكون ملزمة وفقا للخضوع للمسائلة أن تكشف عن الطرف المنتهك والقائم بالانتهاك دون عن ذلك لن ننجح لوقف إطلاق النار وفشل إطلاق النار ووقف إطلاق النار أيضا لكن هل يغيب؟ هل يغيب؟ يعني هل يغيب هذا السيناريو الذي نمر على مدار خمس سنوات ونحن في طريقنا إلى السنة السادسة أن الطرف المعارقل هي ميليشيات الحوثي الطرف الذي يصاعد دائما هي ميليشيات الحوثي مبادرة السلام أو مبادرة الاستجابة أو إيقاف إطلاق النار أو العمليات العسكرية دائما يحاديات الجانب هل من الممكن بالفعل أن تكشف كواليس أخرى؟ أو بمعنى آخر جريفتس يقفز إلى مربع آخر لإعطاء مهلة قد تكون بشكل أو بآخر لهذه ميليشيات لترتيب أوضاعها؟ جريفتس يريد أن يرتب أوضاعه أولا فأعتقد أن شرط نقطة الخضوع المسائلة هي الضم ترتيب أوضاعه لأنه الآن واقع نفسه تحت الابتزاز بمعنى أنه يريد جلب الميليشيات إلى المشاورات هذا طبعا الهدف الرئيسي بالنسبة لجريفتس مقدم حتى عن إيقاع سلام شامل ودائم ومستدام في اليمن جلب الميليشيات ورأينا حتى في مشاورات سابقة في ستوكهولم كيف أنه ذهب بنفسه وأحضرهم على الطائرة وتأخرة الطائرة واضطر للخضوع لإملاءاتهم بنقل عدد من أفراد هذه الميليشيات على الطائرة الأممية التي ذهب بنفسه لإحضارهم بها يخضع الابتزاز فقط كي يجلبهم إلى طاولة المفاوضات لذلك الاشتراطات الحوثية تملى عليه فقط ليعشموه أنهم سيحضرون قد يحضرون أو قد لا يحضرون هذه الأمور طبعا ستظل تحت طائرة الابتزاز دائما بالنسبة لجريفتس مع عدد ذلك طبعا العالم يعرف أن الميليشيات هذه معرقلة لكننا نتحدث عن إجراءات داخل مجلس الأمن التراكم هذه الإجراءات ربما يصل إلى عقوبات هذا ما لا تريده الميليشيا الخضوع للمسائلة قد نصل إلى مرحلة أولى بالكشف عن المعرقل إذا تمت العرقلة أكثر من مرة سيصل منذ بي مجلس الأمن للدول العظمى إلى وجوب اتخاذ عقوبات بحق هذا المعرقل في نظر الميليشيا الحوتية يجب أن يبقى جريفت هكذا مميع القضايا يتحدث عن عراقيل ولا يتحدث عن المعرقل وهذا كما حدث في سجن النساء في تاز يعني يدين الحادثة دون أن يشير حتى إلى الفاعل إلى القائم بهذا الانتهاك الكبير وبهذه الجريمة هذه النقطة التي يجب الضغط على جريفت نفسه أن يحددها دائما يعني بيان تضامن أو بيان إدانة فيما يتعلق بجريمة مروعة وانتهاك كبير للحقوق الإنسان تعاد من جرائم الحرب لا يحدد فيها من القائم بالانتهاك يعني يجب على الحكومة الشرعية أن تتفاوض مع جريفت على الأقل حتى حول بياناته التي يصدرها عبر مكتبه وقد حدث اختراق للهدنة منذ اللحظة الأولى لم يصدر أي بيان شاجبة أو إدانة وحتى عقوبات كما ذكرت أشكرك جزيلا شكرا على هذا الإضاح كنت معنا من القاهرة الكاتب الصحفي اليمن يا عزة مصطفى شكرا جزيلا لك أكد مصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وضف المصدر نفسه أن خطوة الوزارة تعقب عدم تجاوب عدد من الدول ورفضها استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة بالظروف الراهنة وبينهم من تقدم بطلبات للعودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة نفت منظمة الصحة العالمية عبر مكاتبها في بغداد المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عراقية محلية والمنسوبة إليها حول تخطي العراق ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه ودعت المنظمة إلى توخي الحذر عند نقل الأخبار دون مصدر موثق مؤكدة أن جائحة كورونا ترافقت مع انتشار كم كبير من المعلومات المضللة والتي تصعب العثور على المصادر الجديرة بالثقة عند الحاجة إليها وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل قد ربط السيطرة على فيروس كورونا باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية في الأيام العشرة المقبلة عادت الحياة بشكل تدريجي في عمان وباقي محافظات الأردن بعد انتهاء حظر التجوال الإجباري والذي استمر 48 ساعة وبحسب ما أفادت مراسلة العربية أنه منذ الصباح تمكن المواطنون من معاودة التبضع وإتمام جوالاتهم الاضطرارية على أن يستمر الحظر الجزئي والسماح بالتجوال فقط من العشرة صباحا وحتى السادسة مساء مع احتمالية إعادة إقرار الحظر الشامل على تسجيل أي ارتفاع بالحالات أو تسجيل أي مخالفات مبالغ فيها من قبل المواطنين وفي شأن عربي آخر ألقت قوات الأمن المصرية القبضة على 22 مواطنا شاركوا في تظاهرات ضد دفن طبيبة توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا في إحدى قرى محافظة الدقهلية نقبة الأطباء أصدرت بيانا أكدت فيه أن أعداد تواقمها الذين أصيبوا بالفيروس القاتل يعدون بالعشرات من بينهم ثلاث وفايات هذه التطورات تأتي في ظل انتشار الدعوات المحذرة من خطورة التنمر ضد مصابي كورونا نيرا السالم ممرضة في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الحكومية ونتيجة لعملها أصيبت بفيروس كورونا وعاشت تجربة العزل في مستشفى 15 مايو تجربة قاسية ولكنها ضريبة لعملها الذي يقوم على مساعدة المرضى في التغلب على الأمراض وجدت لعشاني بعمل شغلي فأنا الحتة دي أن أنا محتسبها عند ربنا لأن أنا كنت بساعد الناس بس أنا مستعلين على فكرة هي تجربة وعدت وبنصح بها الناس اللي بعد المفارقة في أن نيرا وغيرها من الأطباء وتواقم التمريد الذين بات يطلقوا عليهم وصف الجيش الأبيض كتعبير عن الإعجاب والإشادة بجهودهم لمنع تفشي فيروس كورونا باتوا يعانون من نظرة سلبية من بعض قطاعات المجتمع كونهم على اتصال مباشر مع مصابين بالفيروس ما يعرضهم للعدوى أنا حسيت أن أنا بعد ما شفيت ورجعت وبقت كويسة أن فيه ناس برضو تبقى خايفة أن لأ دي كان عندها كورونا فمعلش نبعد عنها ناخد جنب شوية مع أن أنا شايف أن الموضوع خلاص هو عادي الحمد لله وعدة والناس كثيرة خفت منه هذا المشهد الذي رفض فيه أهالي قرية شبرى البهوفريك في محافظة الدقهلية دفن جثمان طبيبة توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا أثار استياءا واسعا نقابة الأطباء التي أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن أعضاء تواقمها الذين أصيبوا بكورونا يعدون بالعشرات من بينهم ثلاث وفيات أكدت أن هذا السلوك يحمل رسالة سلبية جدا للأطباء وتواقم التمريض محذرين من تبعاتها في حال استمرارها تنمر وجهود ونكران للجميل يعني ما ينفعش أبدا الفريق الطبي الواقف صف أول علشان يحمي المواطن يكون دا رد فعل المواطن تجاه الطبيب لو سقط شهيد ورغم هذا السلوك الذي يوصف بالفردي تظهر في الشارع المصري مبادرات مختلفة للتعبير عن التقدير للتضحية التي تقدمها الفرق الطبية في المعركة المستمرة ضد كورونا أحمد عثمان الحدث القاهر عالميا يواصل فيروس كورونا كوفيد 19 أو كورونا المستجد هجومه على بلدان العالم دون استثناء ليحصد الأرواح مسببا حالة ذعر دولي عارمة في آخر إحصاءات الفيروس وفات أكثر من 75 ألف شخص في أوروبا وحدها 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وفقة إعداد لوكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية وبإجمالي 75 ألفا وأحد عشر وفاة من بين 909 ألف و673 إصابة تكون أوروبا أكثر قارات العالم تضررا من وباء كورونا والذي أودى بحياة 109 ألف و133 شخصا على الأقل في العالم في إسبانيا بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع عاودت حصيلة الوفايات اليومية لكورونا بالارتفاع بعد تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في المقابل تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في الـ 24 ساعة عما كان عليه أمس السبت مسجلا حوالي 4100 إصابة وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166 ألف وتسعة عشر إصابة ما يجعل إسبانيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا لكن المشهد يبدو أكثر تفاؤلا في ألمانيا فقد أعلن معهد روبرت كوخ لعلم الفيروسات في برلين أن عدد المتعافين من كورونا في ألمانيا تجاوز عدد المصابين وذلك للمرة الأولى منذ انتشار الوباء حيث تعافى أكثر من 60 ألف مصاب بينما ظلت حصيلة الإصابات قرابة 57 ألف ومع ذلك فهناك متخصصون حول العالم يشككون في الأعداد الفعلية للمتعافين ويشيرون إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكثر بكثير من المعلنة وقد تكون تخطط الأربعمائة ألف حول العالم وذلك نظرا لأن الكثير من الحالات التي تماثلت للشفاء لا يعلن عنها ونظرا لمحدودية الاختبارات في الكثير من البلدان فأن أولوية التشخيص بالمرض تعطى للحالات الأكثر خطورة ما يعني أن العديد من الإصابات الخفيفة لا يتم إدراجها في أعداد الحالات المسجلة أو ضمن حالات التعافي إلى تركيا حيث حذر توفيق أوزلو أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من فاجعة مخيفة قد تعيشها تركيا بعد أسابيع بسبب التبعات السلبية لقرار حضر التجوال المفاجئ والذي أعلنته وزارة الداخلية ووصف أوزلو المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل لتكدس المواطنين أمام المتاجر بالمخيفة متوقعا انتشار عدوى مخيفة بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة قبل اتخاذ قرار فرض حضر التجوال قبل اتخاذ قرار فرض حضر التجوال علماء الأوبئة في الصين أنه إذا استمر تطور الوضع الوبائي للفايروس في العالم بنفس الوتيرة الحالية فلا يزال هناك اسبوعان على الأقل حتى بلوغ نقطة الذروة وأضح العالم الصيني أن الإجراءات الحكومية الآن تلعب دورا مهما للغاية مؤكدا أن التدابير الصارمة ستؤدي إلى تراجع وتيرة الوباء وانحساره وقال كبير علماء الأوبئة الصيني أن مدن صغيرة في إيطاليا طبقت التباعد الاجتماعي بشكل صارم ونجحت بتفادي أي إصابات جديدة كورونا يباغت الصين مرة أخرى هذه المرة من حدودها مع روسيا فبعد تسجيلها ارتفاعا في عدد الإصابات بين القادمين من الخارج أعلنت مدينة هاربين شمال شرق الصين أنها ستفرد حجرا لمدة 14 يوما بعد تسجيل حالات كورونا فيما ستفرد حجرا لـ 28 يوما على جميع القادمين من الخارج كما أعلنت مدينة سويفني الحدودية مع روسيا أيضا اتخاذ نفس الإجراء وقررت تجديد المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من الخارج وأحكمت السلطات الضوابط المفروضة على حركة المرور ومنعت جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف أنشطتها يشار إلى أن الصين كانت سجلت الأحد قفزة جديدة في عدد الإصابات فقد أظهرت بيانات رسمية أن بر الصين الرئيسي سجلت 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا معظمها واردة وهو رقم قياسي يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر ورغم عدم تسجيل ووهان بؤر التفشي كورونا لأي إصابات إلا أن الحكومة الصينية قالت إنها معرضة لخطر انتشار العدوى من جديد بسبب الحالات القادمة من الخارج على سرحان الحدث الحكومة اليمنية تخصص دعماً إضافياً للقطاع الصحي لمواجهة كورونا وترقب لنتائج فحص المخالطين للحالة الأولى للمصابة منظمة أطباء العالم تحذر من تفشي سريع وكارثي لكورونا في اليمن وصعوبة مواجهة وباء كورونا والكوليرا معاً وزارة الثقافة اليمنية تدين تفجير الحوثيين لقلعة أثرية في حجة وتدعو المنظمات الدولية للضغط على الميليشيات لوقف تدمير التراث الثقافي أينما كنتم السلامة لقلوبكم وشكراً على المتابعة إلى اللقاء